شبهت وسائل وعلام كورية شمالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم النازي أدولف هتلر كما قالت أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على بيونج يانج تماثل الحصار الذي فرضه هتلر على مدينة لينينجراد الروسية خلال الحرب العالمية الثانية والذي راح ضحيته ملايين الأشخاص في فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين ووسط ارتفاع منسوب التوتر على خلفية البرنامج النووي لبيونج يانج وعشية زيارة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لواشنطن شبهت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم النازي أدولف هتلر ويأتي هذا بعد أسبوع من وصف بيونج يانج الرئيس الأمريكي بالمضطرب عقليا على خلفية تصعد التوتر بسبب وفاة طالب أمريكي أطلقت بيونج يانج صراحه الأسبوع الماضي وعيد إلى واشنطن وهو في حالة غيبوبة بعد سجنه 18 شهرا في كوريا الشمالية ورفعت مقالة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية سقف الانتقادات بتشبيهها السياسات التي يعتمدها ترامب بنازية القرن الواحد والعشرين وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن مبدأ الأمريكي أولا يهدف للسيطرة على العالم باستخدام أساليب عسكرية وهو ما قام عليه مفهوم هتلر للاحتلال العالمي وتابعت الوكالة أن ترامب يتبع سياسات هتلر الدكتاتورية بتفريق الآخرين إلى فئتين أصدقاء أو أعداء لتبرير القمع وغالبا ما تندد كوريا الشمالية بأعدائها عبر مصطلحات فريدة تستخدمها في دعايتها السياسية إلا أن تشبيه ترامب بمن أطلق الحرب العالمية الثانية يشكل خرق حتى لمعايير بيونغ يانغ نفسها وتدفع الولايات المتحدة باتجاه عقوبات أشد ضد بيونغ يانغ على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي واتهمت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الولايات المتحدة بمنع وصول مساعدات طبية إلى كوريا الشمالية في تصرف اعتبرته غير أخلاقي وغير إنساني ويفوق بأشواط حصار هتلر لمدينة ليلينغراد الروسية الذي استمر حوالي 900 يوم خلال الحرب العالمية الثانية وأدى إلى مقتل الملايين